موسيقى موسيقى يمثل طلوع الشمس من مغربها حدثاً عظيماً من أحداث النهاية ذلك لأنه أحد أبرز علامات الساعة الكبرى التي تدخل في نطاق علم الغيب الذي هو من اختصاص الله وحده ففي الوقت الذي ينتظر فيه أهل الأرض شروق شمس يوم طبيعي كسائر الأيام سيذهلون بخرق الشمس لقوانين الفيزياء معلنة النهاية ولأننا نعيش في عالم مادي تقيده الأبعاد الأربعة فإننا لا نستند إلا على سننها الثابثة لندرك مآلاتها وذلك من منظور فلكي تحكمه سيناريوهات محتملة بناء على العلم والدين يعد انتظار دوران الأرض حول نفسها بشكل عكسي أحد السيناريوهات التي ترسم مستقبلها حيث سيؤدي إلى نتائج وخيمة لا قبل للبشر على تحملها إذا حصل ذلك بسرعة وإن تم ذلك من دون ضرر على أحد فهذا يعني أن على البشرية أن تنتظر خمس مليارات حتى ينعكس الدوران وتتحقق علامة طلوع الشمس من مغربها وذلك بعد أن تتحول إلى عملاق أحمر يحرق الأخضر واليابس على الأرض بينما يشير القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إلى أن الساعة قد اقتربت وأن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر قبل أربعة عشر قرنا هما من علاماتها وهناك سيناريو لاستضام العملاق لكويكب ما إسوة بفرضية نشأة القمر حيث يحتمل أن يكون طلوع الشمس من مغربها سببه ارتطام كويكب عابر بحافة الأرض ليقلب اتجاه دورانها وبذلك سيتحقق طلوع الشمس من مغربها وإذا كان هذا الاحتمال يوافق الفرضية الأولى إلى حد ما فإنه يناقض الفرضية الثانية التي تدعي أن نيزكاً بقطر عشرة كيلومترات فقط كان كفيلاً بأن يمحو معظم أشكال الحياة على كوكب الأرض لملايين السنين فكيف إذا كان كويكباً؟ نافلة القول هذه العلامة هي أمر غيبي صرف لا يمكن لقوانين الفيزياء ولا نظرياته أن تفسرها ذلك لأن كل العلوم المادية تسقط أمام علم الغيب وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر